حديث الإمام مسلم في الصحيح هنقوله اختصار لأنه برضو طويل الرجل الذي أضل بعيره أو ناقته في صحراء مدوية مهما لا يعرف لها أول من آخر وعليها طعامه وشربه لم يجدها حتى إذا أيقن بالهلاك جاء ووضع رأسه تحت شجرة سلم نفسه وأشهد أنه قال لك هنموت فاستيقظ سوائع الزمان استيقظ هيك فإذا بالناق بخطامها وعليها طعامه وشرابه واقف عند رأسه ففرح ومن شدة الفرح قال ربي أنت عبدي وأنا ربك يقول وعليه الصلاة وأفضل السلام أخطأ من شدة الفرح أخطأ من شدة الفرح يعني ممكن في ضمن أي برضو أعذار العباد ماذا الخطأ وحد يغلط يعني ستقول له حتى بغلط في شؤون عقدية بغلط في شؤون عقدية مسكين مش قصده هو مش قصده غلط من غير خصد أنا أعجبني والله كلمة للعلامة السعودي أي شيخ محمد صالح العثيمية تعرفون أنا لا أكثر من نقل عن المشاق أو الفضلاء لأن المشرب مختلف لكن أحب الإنصاف والعدل أعجبني ورأيت في هذا الكلام له تسامحا يقدر ويشكر إن شاء الله ويذكر ويشكر قال الإنسان لو سبّ الدين وهو في حالة غضب لا يعتبر كافرا ولا نكفره قال الغضب لأني ما معنى غضب الغضب مغلق يغلق أبواب العقل والغضب المغلق الذي فسر به حديث أحد التفسيرات طبعا لا طلاق في إغلاق قالوا هو الغضب الذي يغلق منافذ الحز فلا يدري ما قال ولا ما قيل له حتى إذا ذكر بعد ذلك أنك طلقت مرتك لا يصدق أنا ما طلقت أنتم تكذبون لأن الشيخ صالح عبد العثمان رحمة الله عليه العلامة السعودي المشهور رحمة الله عليه قال لو سبّ الدين وفي حالة غضب مثل هذا لا نحكم بكفره ونرجو له العفو والمغفرة كلام جميل بعد أن نقول لا كافر وحبطت أعماله ويستعنف ويجدل عقده وعلى زوجته بالغتم يا جماعة ارحموا الناس ارحموا الناس الله لا يبتليكم والله لا يبتلينا صحيح؟ الغضب يجعلك أنت صحابي الصحابي الذين رألنا ليس في قضية مثل هذه قضية أخرى وكان غضبان وقالوا له النبي يقول أنه أعلم كلمة لو قالها لا ذهب عنه ما يجد قالوا ملست مجنونا ماذا أستعيد بنا من الشيطان شايفني عن الشيطان ركبني عن الجنيت يعني غضبان كان حين قال هذا قال هو كان لا يزال في غضبه النبي سكت عنه في معاذير كثيرة توضعي للعباد